هذا الوحش الداشر يعني يحتاج إلى تفسير الشارع العالمي كله ينطفض عليه يخسر الغرب الذي طوال 76 سنة من عمر الكيان وهذا الشارع الغربي تلقنه إسرائيل المقولة وهو يردد وراءها كالببغاء الآن هذا الشارع الغربي كله يمقت إسرائيل يكره إسرائيل يقف النواب في البرلمانات ويتحدثون عن فلسطين ومظلومية فلسطين والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني فما الذي يفسر هذه العنترية هذه العنجهية هذه الغطرصة هذا اللاحساب هذه اللاسياسة هناك ثلاثة أشياء واضح أن نتنياهو يريد الحرب هذا لا يحتاج إلى نقاش وهذا مثبت ومؤكد بسلوكه بإعلانه بمواقفه بطريقة إدارته للمفاوضات بتعاليه بتعصبه بشروطه التعجيزية للوصول إلى اتفاق كل هذا يؤكد أن مشروعه الفعلي هو الحرب لكن هو واثق أمر غريب لكن هو واثق من أنه قادر إذا أعطي مزيد من الوقت في قوض الحرب أن يصل إلى نتيجة هكذا كان قبل ثلاثة شهور ولم يصل إلى نتيجة وهكذا كان قبل أربعة ولم يصل إلى نتيجة وهكذا كان قبل شهرين وقبل شهر وقبل أسبوعين وقبل أسبوع والأمس واليوم لكن يبقى واثقا على ماذا يستند هو يراهن بأنه يمكن إذا بقيت الحرب مستمرة أن يؤدي الإجرام وليس شيء آخر هو يعرف أنه عسكريا عاجز عن تحقيق إنجاز أن يؤدي الإجرام إلى دفع المقاومة لتخفيض سقف شروفها ليس لديه شيء آخر ويراهن أنه قادر على الاستمرار بهذا الاستمرار بالقتال أي الاستمرار بالإجرام لأنه حتى في معارك رفح هو لم يربح ولا معركة هو حتى الآن يدخل أبنية فتسقط على رؤوس جنوده ويقتلون يذهب إلى جباليا يواجه بألف طريقة وطريقة من المقاومة تؤدي إلى تركيع جيشه وإلى إلحاق الأذى فيه وبالتالي الإجرام طيب كيف يراهن على القدرة على مواصلة الإجرام يراهن على ثلاثة كما قلنا العام الأول الذي يراهن عليها طالما أمريكا معه فلما يأبه للشارع الدولي ولما يأبه للمحاكم الدولية ولما يأبه للقرار الأوروبي هو يعلم في نهاية المطاف أن المحاكم تخاف أمريكا ولذلك هو نجح بتعطيل صدور مذكرات التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بوسطة ماذا؟ بوسطة التهديد الأمريكي بالعقوبات على القضاء الذين خافوا وردعوا واستجابوا هو لماذا يلتزم بقرار المحكمة الدولية ما دامت لا آلية تنفيذية بين يديها وسيذهب القرار إلى مجلس الأمن من أجل تنفيذه وأمريكا هناك بالمرصاد مع الفيتو جاهز فبالتالي طالما أمريكا معه لا قيمة لكل الذي يجري على الساحة الدولية حتى أوروبا هو واثق بأنها لن تجرؤ على تخطي الكلمات إلى أفعال تقول عقوبات لكن في نهاية المطاف القرار الإجماعي بالعقوبات الأوروبية ليس متيسرا وأمريكا كما تملك الفيتو في مجلس الأمن هي تملك الفيتو داخل القرار الأوروبي لديها عدد من الدول الأوروبية ورؤساء الحكومات الأوروبية الذين يعطلون الإجماع وقرارات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إجماع هل تذهب الدول منفردة؟ ربما لكن الدول ضعيفة التي لا تشكل أثرا كبيرا وهو لا يعتمد عليها بصورة أساسية ألمانيا لن تذهب إلى العقوبات سقف ما يمكن أن تفعله ألمانيا الإذا المشروطة أي إذا صدرت مذكرات التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية فإن ألمانيا سوف تنفذ هذه المذكرات إذا وصل نتنياهو وغالنت إلى أراضيها فلا لإذا الأولى صدور المذكرات ولا لإذا الثانية إذا جاء نتنياهو وغالنت إلى أراضيها فهي تخاطب رأيا عاما متفاعلا في شوارعها لكنها لا تذهب إلى ما يحتاج إلى مبادرة منها مثلا قرار وقف بيع الأسلحة أصلا نيكاراجوا وقفت بدعوة أمام المحكمة العدل الدولية ضد ألمانيا تطلب منها فيها أن تقوم بوقف تسليم الأسلحة إلى جيش الاحتلال بانتظار نتائج القرار ناتج عن التحقيقات من قبل محكمة العدل الدولية في جرم الإبادة أسوة بما فعلته أنها أوقفت تمويل الأنروا بانتظار نتائج التحقيق الذي تجريه إسرائيل ليس أمام المتحدة حول اتهام الأنروا باحتواء عناصر مؤيدة لحماس فجاءتني كاراجوا تقول إذا كانت منهجيتكم القانونية هي وقف عمل ما بانتظار نتائج التحقيق فالأحرى والأجدر أن توقفوا الأسلحة عن إسرائيل بانتظار نتائج التحقيق بجرم الإبادة يعني هي أعلى محكمة في العالم وأنتم لا تأخذون تحقيقها بالاعتبار بينما تأخذون محكمة الجاني والقاتل وتوقفون خدمة المظلوم والمقتول أي الأنروا ورغم ذلك لم تستجب ألمانيا وتقول نعم نحن سنوقف فلا مبررة للدعوة لذلك هو لا يخشى العقوبات الأوروبية لا يخشى التغيرات الأوروبية لا يخشى المحاكم الدولية لا يخشى مجلس الأمن لماذا؟ لأن أمريكا معه وفي أمريكا واضح أن أولا ترامب يزايد على بايدن في دعم إسرائيل بلا حدود وبايدن حساباته تقول أنه إذا انحاز إلى الشارع الغاضب في حزبه الديمقراطي بسبب موقفه إلى جانب إسرائيل فهو سيخسر مؤيدي إسرائيل وسيخسر الانتخابات وإذا ترك تأييد فلسطين وانحاز لإسرائيل فهو أيضا سيخسر الانتخابات لذلك هو يمارس حزبيته العقائدية الصهيونية يقف بالمطلق ويراهن وهذا هو منطق اللعبة الرئاسية أن يزايد على ترامب في أنه أكثر إسرائيلية وصهيونية منه وبالتالي إذا توقفت الحرب لسبب غير ضغطه لسبب له صلب مجريات الحرب قبل الانتخابات فهو يستطيع عندها أن يكسب مؤيدي فلسطين بزعم أنه كانت له اليد البيضاء في الوصول إلى الاتفاق ويكسب تأييد الإسرائيليين لأنه لم يستخدم أي ورقة ضغط على إسرائيل وهي من ذهب إلى القبول بالوصول إلى الاتفاق وبالتالي هو يقول هي على طريقة بمجحة الملك يالإحمر أنه منهم حتى تشرين موعد الانتخابات الأرجح أن ينفذ الوقود الدافع لقدرة نتنياهو في المضي في الحرب ويتم التوصل إلى صفقة ما في هذه الصفقة تكون أبوتها أمريكية وأبوتها الأمريكية لصالح بايدن إذن هو ماضي ويقول أن النفوذ على حكومة نتنياهو لا يمكن أن يتأتى إذا أوقف تسليحها ودعمها أو إذا تحدث معها بلغة الزجر والقصر والأمر وبالتالي إذن بغض النظر عن التحليلات سواء كان السبب الأساسي كما هو حقيقة العقائدية الصهيونية لبايدن أو الحسابات السياسية لبايدن أو الحسابات الانتخابية لبايدن الحصيلة واحدة أن أمريكا بصورة عمياء تواصل الوقوف والاستفاف وراء الموقف الإسرائيلي وبالتالي نحن قدام عامل أول مرتاح علينا نتنياهو أن أمريكا معه بالمطلق طيب العامل الثاني أنه لا يزال يملك 64 صوتا داخل الكنيسة لهو ععلى من الستين نصف الكنيسة 60 عضو وهو يحتاج إلى 61 لتبقى الحكومة معه 64 وبالتالي طالما هال64 ماهتزوا ما في خمسة منهم كما توهم جانس وقال ربما يكون ربما كذب نشوفه بـ 8 إحزيران أنه في خمسة أعضاء ممكن أن ينحازوا من معسكر نتنياهو ويأتون إلى جانس لتشكيل حكومة بديلة إذا لم يستجب نتنياهو واضح نتنياهو يضرب عرض الحائط بتهديدات جانس وكأنه يقول له الآن يفتح الباب ويقول أخرج من الآن لماذا تنتظر تمانح زيران وهذا إن دل على شيء فيدل على ثقة بأن الـ 64 صوتا داخل الكنيسة ثابتين طيب طالما معه أغنبيات الكنيسة لا أحد يستطيع إسقاط الحكومة وطالما أن معه أمريكا فكل التغييرات الدولية لا تقدم ولا تؤخر بالـ 64 من داخل الكنيسة هو يدير ظهره لكل وضع الداخل مظاهرات ومعارضات وخطابات وتهديدات وتصريحات أي ماشي الحال يتساكن معها يتعايش معها معه الوضعية الدستورية التي تحميه كرئيس حكومة تحمي استمرارية الحكومة بشيل مجلس الحرب وقلنت بهذا ما كان أصلا بده يشيله إذا بتتذكره قبل حرب الطوفان ويعين وزير بعين حاله وزير الحرب ما عنده مشكل نتنياهو بقول نظرا لأن الظروف استثنائية ونحن في حالة حرب فأنا سأتولى حقي بالدفاع وبالتالي يكملوا حربه العامل الثالث هو الميزان شو العامل الثالث أنه إذا أمريكا معك على العميانة وإذا الأربعة وستين بقيوا معك وبدون اهتزاز لنفترض هذا شهر واثنين وثلاثة بمين بتقاتل بالجيش إذن ما يعنيه هو صمود الجيش طالما الجيش قادر على الصمود ويلبي الأوامر ويقاتل على الجبهات بحدود ما يستطيع فنتنياهو لن يوقف الحرب طبعا قوى المقامة قرأت هذا قرأت معه أن الوسطاء متآمرون أمريكيا وبلا حول ولا طول عربيا وبالتالي الرهان على أنك إذا راعيت الوسطاء كنت مرينا مع الوسطاء قدمت تنازلات طبعا غير جوهرية لكن من أجل الحفظ ماء وجه الوسطاء فهذا بلا قيمة لأن الوسطاء الذين يعني يمكن أن ترعيهم لأنهم تشعر أنهم يمكن أن يكونوا يعني راغبين في الوصول إلى اتفاق لهن المصري والقطري ما بيطلع بييدون شي بدون رضا الأمريكي والأمريكي بدون رضا نتنياهو خلاص فبالتالي تشيلوا وحط على جناب نين مسألة الأسرة مش مئة أسير ومئتين أسير لو معك ألف أسير نتنياهو بدون يؤمن قتله ما بدون يفاوض السياسي ما بدون تطلع المقاومة رابحة ولو أدى ذلك إلى قتل الأسرة بيقوموا أهل الأسرة بتقوم الدنيا داخل الكيان ما عنده مشكل هو لن يسمح بأن تضغط عليه ورقة الأسرة ليغير موقفه من شروط التفاوض بيقول إيه بيقول نعم ذاهبون إلى التفاوض وعطينا صلاحيات بالآخر ترجع كلمي منهم بيقول لك ولكن الأمر الأخير لنا تنياهو بيقول جاهزون للتفاوض حول هدنة دائمة حول تهدئة مستدامة حول كذا بيرجع بيقول ولكن قوة في الدنيا لا في الداخل ولا في القارج سوف تفرض علي وقف الحرب وأنا ماض في الحرب حتى تحقيق الأهداف واضح إذن أنه ملف الأسرة محدود التأثير بهز وضع الكيان الداخلي لكن لا يأتي بالحكومة إلى اتفاق ترضى به المقاومة طيب فإذن هؤل عاملين العامل الثالث خوض الحرب بطريقة إفشال الأهداف لم يعود كافيا شو يعني إفشال الأهداف أنه حدد نتنياهو ومعه بايدن للحرب هدفين هدف أول اسمه القضاء على المقاومة هدف تاني اسمه استرداد الأسرة الرهان على عمل عسكري له وظيفة محددة هي القول لنتنياهو أنك فشلت في القضاء على المقاومة وأنك تفشل كل يوم في استرداد الأسرة لا يكفي لجلب نتنياهو إلى التفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة للمقاومة هذا صار واضح أي نوع من القتال هو الذي يجلبه القتال الذي يؤدي بالجيش إلى الانهيار القتال الذي يدفع الجيش للقول نحن لم نعد قادرون على المضي في الحرب خلاص أن يصل قادة الجيش بيحملوا حالهم بيروحوا على تل أبيب بيطلبوا اجتماع استثنائي مع نتنياهو نحن جايين من الجبهة من غزة نحن جايين من الجبهة من شمال فلسطين الضباط وقادة الوحدات يقولون في استحالة لمواصلة الحرب الوحدات تتفتت تتفكك معنويات الجنود في الحضيد القدرة على الصمود الصفر القدرة على إطلاق النار على المواجهة وأعداؤنا يتفوقون علينا حزب الله يسيطر على الشمال ويوسع دائرة التهجير ونحن حتى قدرتنا على التصدي لطائراته تنخفض قدرتنا على التعامل مع صواريخه تنخفض في غزة نحن عاجزون عن مواجهة تكتيكات حماس الجديدة استدراج الوحدات إلى داخل الأبنية وتبجيرها الكماء القنص كل يوم قتلانا كان عندنا قتلين صاروا خمسة الخمسة صاروا عشرة وبالتالي فوق طاقتنا الاحتمالية إذا ما وصل الجيش لهون نتنياهو محيو وبالتالي هنا الجيش بين هذه الثلاثة عناصر المقامة تملك التأثير على هذا العنصر لأن هذا العنصر هو اللي رح يرجع يغير هو اللي بده يؤثر على الكناسة وهو اللي بده يؤثر على الأماركان الأماركان بهمون الجيش لأنه أصلا بكل إسرائيل بهمون الجيش كل فكرة إسرائيل هي جيش أنشئ له كيان سياسي فآخر همها الكيان السياسي همها الجيش إذا بدون العرب ينجابوا على التطبيع لأن الجيش قوي وقادر ويخوف وهذا وإذا بد تعمل حروب عبر إسرائيل في المنطقة بتعملها بالجيش مش بعنتريات نتنياهو فالحفاظ على الجيش من الانهيار لإعادة تكوينه وإعادة بنائه وإعادة ترتيب أوراقه قضية أولوية بالنسبة للأمريكي كما هي ذات تأثيرات على الكنيسة بالكنيسة في نواب موجودين بها الحزب وبها الحزب وبها الحزب بالمعارضة وبالموالات لكن هم نواب الجيش وعندما يعني يصل الجيش كل الجنرالات السابقين عندما يصل الجيش إلى محطة قاسية وصعبة ويحتاج قرارا مصيريا ستجدهم في موقف واحد في الموالات والمعارضة وستصبح الدعوة لوقف الحرب هي دعوة لها كتلة من 30-35 مقعد في الكنيسة بين الموالات والمعارضة وبالتالي إذن المفتاح الذي سوف يغير المعادلة كلها هو الجيش ترجمة نانسي قنقر